اشتركوا في القناة والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 37 دقيقة من صباح اليوم الأحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا القمر اليوم رح يتواجد ما بين برجين يعني رح يكون الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت في برج القوس وفي ساعات الصباح رح ينتقل لبرج الجدي في عنا بعد قليل يعني من مساء اليوم السبت بداية خلوه مسار وخلوه المسار هذا رح يستمر لغاية ساعات صباح يوم الأحد فعشان هيك بدأ تركيز شوي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس مساء هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة السبت على الأحد نشعر بالابتهاج لغاية ساعات الصباح مش كثير طبعا لأنه القمر منتحس بدرجة عالية جدا منجد أن الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفي والدراسة الدينية كمان نيل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زوايا ذكرناها يوم أمس اللي هي ما قبل خلو المسار وحكينا أنه هاي رح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات الصباح يعني الزاوية الأولى اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي هي تقريبا بعد بث الحلقة بست ساعات بتتشكل ذروتها طبعا تأثيراتها هي بدأة أساسا ورح تستمر لغاية ساعات الصباح هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نيبتون ذروتها الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هو من مساء اليوم السبت بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 9 و45 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت وتأثيراتها لغاية ساعة الصباح بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بالنسبة لها خلو المسار رح يبدأ بعد هاي الزاوية يعني رح يبدأ الساعة 9 و45 دقيقة من مساء الليلة اللي هي السبت على الأحد ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدته تقريبا طويلة بحدود منقدر نحكي العشر ساعات فعشان هيك نقدر نحكي انه هذه الفترة فترة سلبية لا تصلح للبدء بيعي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبصير موجود في برج الجدي عشان هيكي منشعر من ساعات الصباح انه منعود لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا او تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا شروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او تجديد عقد او بوليس التأمين او تأمين او اشيء العلاقة بالتأمينات زي مراجعات مثلا او لك حقوق بدك تستلمها فالوقت بصير مناسب بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا اول زاوية هي زاوية التقاوب السلبية بين الزهرة وبين المشتري وحكينا ان هاي تأثيراتها لغاية يوم 13 بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا ما بيفشلوا في ذلك وبدل على مشاكل مالية تتعرض لها بعض المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البدخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما انه بيعرف ميزان التجارة بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضييع الكثير من الاموال في الدعاية والاعلان للمنتجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير طبعا ما زالت الاجواء لا تسمح لأي مغامرات مالية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين المريخ وبين زحل وحكينا هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14 تمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في اعمالنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا حكينا النزاوية منفصلة مستمرة لغاية يوم 16 تأثيراتها بيكون عندنا نوع من انواع صعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وبعض الاشخاص ممكن يرتكبوا الاخطاء في احكامهم او حدسهم او ظنونهم بدون دليل وهذا الشيء ممكن يعرضهم لخيبات امل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وحكينا هاي لها ذروتين طبعا الذروة القادمة بتكون يوم 17 الزاوية هاي طبعا راح تنتهي في هذا التاريخ هاي الزاوية بتزيد من حد الذهن وحدثها والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة اللي لعنها زاوية منفصل اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين اورانوس وحكينا ان هاي زاوية تاثراتها لغاية 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل سقوط الطائرات حوادث السك الحديد وبالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناف على الحريات العامة الحدث الاول اللي رح نحكي عنه طبعا انسي تذكر فيه في بداية الحلقة هو عودة كوكب عطارد للحركة الامامية اليوم رح يرجع في ساعات الصباح للحركة الامامية الساعة 9 و 8 دقائق صباحا ولكن انه رح تستمر التأثيرات السلبية لكوكب عطارد لحديد ما يرجع يتحرك بدرجات اسرع شوي وتنتهي تأثيراته السلبية فابده من ثلاثة لخمس ايام من بعدها منصبح اكثر قدرة على التركيز والتفكير على عكس الفترة السابقة اللي كان يتراجع فيها السيطرة علينا فيها التشتت الذهني كثير من الحوادث والاعطال تقلبات في المزاج الضرابات كانت في البورصة في الاسهم في العملة في الذهب كل الامور هاي كان فيها بعض المشاكل حوادث السير وازدحامات الطرق الامور اللي ذكرناها بحلقة التراجع طبعا كلها هاي شعرنا فيها بالفترة الماضية حتى الاحداث اللي صارت على مستوى الدول برضو شعرنا فيها ولكن الان بما انه عطارد موجود بالعذراء ورح يرجع للحركة الامامية طبعا هم ما رح يطول كثير في برج العذراء لانه في اخر درجات العشرية الثالثة يعني يوم عشر عشر تقريبا بنتقل من العذراء للميزان برضو بحركة امامية ولكن انه برجع بايجابيات قوية جدا طبعا في خلال ايام هاي بيشعروا موليد برج العذراء برغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتناقلات وبيستفيد معهم كذلك موليد الابراج الترابية الاخرى زي التور والجدي والمائية كالسرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولاده كوكب عطارد في العذراء اما بالنسبة للزاويتين السريعات اللي رح يتشكلوا مع القمر طبعا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام ساعة 12 و36 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء فيجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا فبتكونوا حذرين خلال هذا اليوم جميع الابراج وبرضو بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع برضو سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون ذروتها ساعة 22 و35 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها برضو من ساعات الصباح لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل يعني مندخل على صباح يوم الاثنين اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانه في هاي الفترة بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبرضو حساسيتهم بتكون في اوجها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الان موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الاحد الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الاكثر حساسية اما من ساعات الصباح وخلال اليومين القادمات عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الاسنان الاوتار والاربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا هاي اكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم يعني غير الاعضاء اللي ذكرناها ما فيه اي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة هاي الامور انا ما بنصح فيها نهائيا خلال هذا اليوم ولا باي صفة ولا باي سبب لا نوليش عن الجلد وعنا الشعر وعنا برضو قلوه المسار والزاوية اللي ما بين الزهرة والزهرة منتحسي والقمر منتحس بشكل كبير فبيهدد بنسبة عالية بفشل اي عملية لها علاقة بالتجميل طبعا بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد ولا يصلح لا للقص الشعر التجميلي ولا للصبغ ولا للحنة ولا للقص العلاجي يعني كل الامور التجميلية حاولوا انكوا تبعدوا عنها اليوم بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجدي خلال هذا اليوم خلوه المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء اربع عشرة في تمام الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر في برج الدلو يعني مدة خلوه المسار تقريبا مدة مش طويلة يعني بتيجي تقريبا بحدود اه انا مش شاطر في الرياضيات معلش يعني اه سبع ساعات او اقل شوية اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره سبع ايام في تمام الساعة اتناعش ودقيقة ظهرا بصير عمره ثمان ايام في تمام الساعة يعني بصير نسبته تقريبا بحدود الخمس واربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم عنا الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة هو الان سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة صفر وبكمل طيلة اليوم على هذه النسبة القمر في القوس بدينتقل للجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم اربعة عشرة طبعا هو منتحس بنسبة مية في المية الان في ساعات الصباح نسبة النحوس بتنزل للتسعين في المية في ساعات الظهر نسبة النحوس بتنزل لغاية اربعين في المية معناته لغاية ساعات الظهر بتكونوا حذرين من الان ولغاية ساعات الظهر احذروا من تقلبات المزاج والعواطف عندكم والشكوك والضن يعني بتكونوا تحذروا من هاي الامور اما بالنسبة لعطارد اللي في العذراء اللي بنهي تراجعوا خلال هذا اليوم ورح يمكث طبعا عطارد في العذراء لغاية يوم عشرة عشرة هو الان منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة صفر بسبب عودة الحركة الامامية والزوايا الايجابية اللي بيشكلها ولكن في ساعات المساء برجع ينتحس بنسبة أربعين في المية لان ما زال بيتراجعوا بيشكل زوايا سلبية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة بعدين بدو يرجع للحوت منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% وأورونس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعة الصباح بيظل النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيام على بعيدة وبتظل قوة العاطفة موجودة ولكن في نوع من أنواع تقلبات المزاج والعصبية أو الحدية أو ممكن بتكون تنتظر أمر إلو علاقة بالخارج أو بأشخاص خارج البلاد أو بأجانب فتخذل أو تؤجل أو ما بتتم بالشكل الكافي أهم شيء أن تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة وإن تبهوا إذا كان عندكم سفر تفقدوا أوراق وأمتعتكم بشكل جيد يعني في ظروف ما في داعي لاتخاذ أي قرارات حاسمة خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجر المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك اليوم ده تلتزم بالمسئوليات ورغم أنها هاي تعتبر فترة واعدة إلا أنه من القمر في البيت العشر بيضعك في عدة امتحانات برج الثور بالنسبة لمعوليد برج الثور طبعا بيضل التركيز على الأموال المشتركة فممكن اليوم تنظموا أو تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة برضو بتضل مكسب مالي مع هيك تخففوا من النفقات المتصاعدة أو التهور المالي لا تكفلوا ولا تضمنوا أي حد ماليا بالفترة هاي يخلي الأجواء هادئة حول أنك تضبط عصابك ما في داعي للعصبية ولا للعنف ولا اتخاذ القرارات وخصوصا في الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أما في ساعات الصباح بيصير النشاط عالي جدا تنشطه في مجال السفر والاتصالات ولكن ممكن يصير في سوء تفاهم ما بينك وبين شخص أجنبي أو خارج البلاد والرغم أنه اليوم بيحمل لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر الدراسات العليا وممكن تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة المهم أنه اليوم تقدر تتحرك على مختلف الأصعدي ولكن بدون اتخاذ قرارات وإذا عندك امتحان حاول ما تعتمد كثير على الحظ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فاليوم بدك تحذر من أي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك من الآن لغاية ساعات الصباح سوء تفاهم يصير بينك وبين شركائك سواء في العمل أو في العاطفة أو يعني حدية بالطباع أو مزاجك يكون متعكر فما تتجاوب مع الكلام اهدأ حاول ما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم لأنها فترة سلبية وطاقتك ما زالت في أدنى حالاتها فعشان هيك ما بنفعك إلا أنك أنت تضبط أعصابك قدر الإمكان من ساعة الصباح الأجواء بتتغير لأن القمر بتحرك للبيت الثامن فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمعن بالك وبتفرح للتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة ولكن ما زالت الفترة تمنعك من المغامرة المالية أو الإشيء وبرضه ما تكفى الحد وما تضمن حد خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا للأسف الآن بدأت مراحل المقابلة بالنسبة لإلكم فعشان هيك بدكوا تضبطوا أعصابكم وتنتبهوا لغذائكم وصحتكم خلال الأيام القادمة يعني لغاية اللي هو يوم الثلاثاء حاولوا إنكوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم من الآن لغاية ساعات الصباح انتبهوا لعملكم ما تبالغوا بمجهودكم حاول إنك تشتغل بشكل روتيني ابعد عن العصبية ما تفرض سيطرتك على المعاونين أو على الأشخاص اللي بيتعاملوا معك وما تهمل صحتك يعني بدك تراعي كل الظروف في ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم مش إنكوا تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا لا كلام ولا توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم اليوم قوي وما بيرحم وتحمل لك هاي الأيام مسألة إلها علاقة بارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وحاول إنك ما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأجواء مازالت جيدة على مستوى رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن شوي طاقتك بلشت تنزل شوي شوي ما تعتمد كثير على الحظ خلال هذا اليوم ممكن تنفرج أساريرك بسبب شيء معين من الآن لغاية ساعات الصباح فأهم شيء إنك ما تفرض سلطتك على الأحباء أو تسيطر عليهم أو توجه كلام لاذع لإلهم لأنه شوي معاطفتك اليوم نازل درجة عن يوم أمس وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح حاول إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة هذه مسألة وثاني إشي عندك تنتبه لأنه القمر بيصير في البيت السادس وهنا بتتركز الأمور كلها على العمل على الصحة فبيتراكم العمل عندكم ما تهملوا صحيكم حاضروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض التوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور مركزة على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات الصباح ولكن بدون اتخاذ قرارات وبدون عصبية وبدون إهمال الوضع المنزلي أو العائلي ممكن تدخل أي تعديل مطلوب على مسكنك ولكن ابعد عن المصريف الزيادة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل الشخصية فعشان هي تضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك ما تتوتر وما تفقد السيطرة والاتزان أما من ساعات الصباح فهنا القمر بنتقل للبيت الخامس بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لإنفراج ملبوس وبترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وممكن تقوم اليوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد أيام كان فيها نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطه في التنقلات والاتصالات من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن أهم شيء أنه تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أنتبهوا من التسرع والتنقلات والسرعة الحوادث الإصابات أثناء الحركة يعتبر هذا يوم غير مناسب لإجتياز امتحان من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بدهوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود وبإمكانكوا أنه اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران ولكن ممكن يصير في سوء تفاهم حاول أنك تخلي كلامك واضح تعبيرك واضحة ما تخلي فيه التباس أثناء تعاملك مع الغير عشان ما تصير مشاكل وضبط الأعصاب مطلوب وما تتخذ قرارات لأنه حكينا فترة خلوه المسار في ساعات الصباح القمر بانتقل للبيت الرابع هنا التركيز كله بصير حال البيت وحلى العائلة ممكن تفضلوا الأجواء البيتية لطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك خلال هذا اليوم لأنه القمر منتحس والزهرة برضو منتحسة أهم مش أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزاماتك المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل الفرصة يعني إلها علاقة بالوضع المالي من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن نسبة المكاسب قليلة جداً ولكن هي الاهتمام رح يكون بوضع مالي معين يا مصريف يا مشتريات يا دفعات يا أمور إلها علاقة بالوضع المالي على كل على كل الاتجاهات فعشان هيك انتبه لأموالك برضو من السرقة أو الضياع أو المصريف اللي ما إلها داعي ممكن تفكر ببعض الأمور المالية كاستثمار أو مشروع جديد بفضل أنك تأجل الموضوع لحديث ما يستقر القمر ويطلع من فترة خلو المسار فلا تتخذ أي قرارات حاسمة أما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لأسمع صوتك عندك قدرة على الإقناع عالية جداً بيصير تدريجياً وخصوصاً بعد الظهر ممكن اليوم تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمشروع معين أو بمهمة معينة أو تقوم باتصالات واسعة وهاي الاتصالات بيكون منها نتائج مهمة جداً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً القمر بما أنه موجود عندكم ولكن أنه منتحس بنسبة عالية جداً فممكن هذا الشيء يأثر على نفسيتكم يشعرك بالإحباط بالملل أو بالحزن أو الاكتئاب أو هيك خيبات الأمل أهم شيء أنه ما تخلي هذا الشعور يسيطر عليك لأنه هي فترة بتعدي وخصوصاً فترة خلوه مسار وانتقال قمر وقمر منتحس وشمس منتحسي يعني شوي بتضغط الأمور بهذا الاتجاه في ساعات الصباح رح تتغير الأمور بشكل كامل بإمكانكم أنه تهتموا بأنفسكم أخرجوا تحركوا أعمل اتصالات أعمل نوع من أنواع التواصل الاجتماعي عشان تغير جو ولكن بدون اتخاذ أي قرار حاسم أما في ساعات الصباح طبعاً الأجواء هنا بتتركز على الأمور المالية والميزانية فممكن تعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء برضو ما تغامروا بأموالكم لأنها تعتبر هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرع باتقاد قرارات حاسمة أو أمور لها علاقة بالمغامرات المالية أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن في هذا اليوم فعشان هيك ضبط الأعصاب لازم يكون عالي جداً برج الجدي بالنسبة لما ولد برج الجدي بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وما تبالغوا في أي إنجاز أو عمل لأن الأجواء ما زالت ضاغطة لغاية ساعات الصباح القمر مازال بينتقل لا يوصل لعندكم في ساعات الصباح فعشان هيك بتظلها فترة ضاغطة نفسياً وصحياً وأيضاً حتى معنوياً في ساعات الصباح طبعاً الأجواء بتتغير تماماً لأن القمر بوصل لعندكم فبتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة ورح تمتلك اليوم الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وليوم رح يوصلك خبر سار وخصوصاً من ساعات اللي هي الضحى ما بين الضحى والذهر بتبلش الأمور تشعر بالحيوية والطاقة والإيجابية حواليك بشكل كبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً التركيز الآن أصبح على الطاقة أكثر شيء لأن طاقتكم بلشت تنزل تدريجياً لأن القمر بيقترب من بيت متاعبكم وفي نفس اللحظة يعني مد لغاية صباح يوم الثلاثاء وهم موجود في بيت المتاعب فبتطلب منكم ضبط الأعصاب بشكل كبير ماشي الأمور إلها علاقة بالأصدقاء والعلاقات الاجتماعية من الآن لغاية ساعات الصباح فما تحاولوا أنكم تقتلقوا أي مشاكل مع معارفكم أو أصدقائكم وبرضو ما تعصبوا وتفقدوا السيطرة ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير حاول أنك برضو ما تصرف بطاقتك وإن فعلاتك في ساعة الصباح القمر خلص بدخل بيت المتاعب فبتدخله فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاضروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك خلال الفترة هاي يعني بدك تصبر لغاية يوم الثلاث صباح يوم الثلاثاء لحد يتم القمر يوصل لعندك بعدها بتبدأ مرحلة جديدة بتعوض فيها كل الفات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بضل فترة إلها علاقة بالاتصالات بالعمل بالأصدقاء بالأصحاب برؤسائك بالعمل نشاط عملي المحافظة على سمعتك الدفاع عن حقك حقوق لا إلك أهم شيء أنك ما تنفعل ما تعصب ما تخالف القوانين من الآن لغاية ساعات الصباح حاول أنك أنت تسيطر على إنفعلاتك والظروف الضاغطة اللي بتواجهها في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل لبيت الأصدقاء والمعارف فهون بتلتقوا خلال هذا اليوم من ساعات الصباح تبدأ الأجواء إيجابية بتلتقوا الأصدقاء تقدروا أنك تصححوا العلاقات المتردية أهم شيء ما تبقوا واحدين هذه فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا أو عائليا حتى وبتكثر الاتصالات والموعيد فترة إيجابية وداعمة بقوة بالنسبة لإلك فحاول تستغل اليومين القادمات عشان تحقق إنجازاتك أنت تطمح لها ولكن بدون اتخاذ قرارات حاسمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر